السرعة سبيد هل انتهى عمال الصيانة من إصلاح عداد السرعة يا أبي؟ أمامهم وقت قصير ألم يكن من الممكن أن نصلحه عند عودتنا؟ بالطبع لا يا سالم، فهو شيء مهم جداً ها قد انتهوا، هيا بنا لماذا تنظر يا أبي إلى عداد السرعة كل فترة؟ أما زال لا يعمل؟ لا، إنه يعمل بشكل جيد ولكني أنظر إليه كي لا أتخطى السرعة المحددة ألاحظ أن عداد السرعة يشير إلى 90 كم لكل ساعة هل تعرف معنى هذا؟ نعم، أعلم أننا إذا سرنا لمدة ساعة تكون المسافة التي قطعناها 90 كم هذا صحيح، فالسرعة هي المسافة التي يقطعها جسم ما في وحدة الزمن ولعلك لاحظت أن السيارة تستخدم وحدة السرعة كيلو متر لكل ساعة نعم يا أبي، ولكني أعلم أن السرعة تثقاس في النظام العالمي بوحدة المتر على الثانية إذن، بمقدورك أن تعرف كم تكون المسافة التي نقطعها في الثانية الواحدة نعم، فالكيلو متر يساوي ألف متر والساعة تساوي ستين دقيقة تضرب في ستين ثانية فتساوي ثلاثة آلاف وستمائة ثانية هذا صحيح لحساب السرعة نقوم بالآتي السرعة تساوي المسافة على الزمن إذن، مسافة تسعين كيلو مترا تساوي تسعين ألف متر وزمن ساعة واحدة يساوي ثلاثة آلاف وستمائة ثانية إذن، السرعة تساوي ألفا ضرب تسعين على واحد ضرب ثلاثة آلاف وستمائة وتساوي خمسة وعشرين مترا لكل ثانية أحسنت يا بني وما تفسير هذا الناتج؟ أي إننا نقطع مسافة خمسة وعشرين مترا كل ثانية واحدة بالفعل، هذا صحيح ماذا بك يا سالم؟ أراك قد شرت في التفكير؟ لا، ولكن هناك شيء يحيرني وما هذا الشيء؟ إن سرعتنا خلال الساعتين الماضيتين كانت ثمانين كيلو مترا لكل ساعة وكيف عرفت هذا؟ الإرشادات على الطريق منذ خروجنا كانت تشير إلى أننا نبعد مائتي كيلو مترا عن وجهتنا والآن بعد الساعتين من خروجنا تشير إلى أننا على بعد أربعين كيلو مترا وكيف حسدت السرعة يا سالم؟ من معادلة حساب السرعة وهي تساوي المسافة على الزمن وتساوي فاء على زاي وتساوي مائة وستين كيلو مترا على ساعتين وتساوي ثمانين كيلو مترا لكل ساعة فلماذا كان عداد السرعة يشير إلى تسعين كيلو مترا لكل ساعة؟ كلامك صحيح يا سالم ولكن ما تراه الآن هي سرعتنا في هذه اللحظة وهي تسمى السرعة اللحظية وما السرعة اللحظية؟ السرعة اللحظية Instantaneous Speed هي سرعة الجسم عند لحظة محددة معنى هذا أن سرعتنا طوال الرحلة تزيد وتنقص نعم فسرعتنا تزيد وتنقص حسب الطريق لذا سرعتنا اللحظية تتغير باستمرار وتكون مختلفة من وقت لآخر لماذا توقفنا؟ علينا أن نتزود بالوقود ونستريح قليلا أبي هل يمكنني حساب السرعة التي قطعنا بها رحلتنا حتى الآن؟ يمكنك ذلك من خلال معرفتك للسرعة المتوسطة وما السرعة المتوسطة؟ السرعة المتوسطة Average Speed هي المسافة الكلية المقطوعة مقسومة على الزمن الكلي اللازم لقطعها ويمكنك حسابها من خلال المعادلة السرعة المتوسطة تساوي المسافة الكلية المقطوعة على الزمن الكلي الآن فهمت معنى السرعة المتوسطة لقد قطعنا مسافة 160 كم خلال ساعتين فما سرعتنا المتوسطة؟ بحساب قانون السرعة المتوسطة يساوي المسافة الكلية المقطوعة على الزمن الكلي اللازم لقطعها إذن السرعة المتوسطة تساوي 160 كم على الساعتين وتساوي 80 كم لكل ساعة والآن هيا بنا نستكمل الطريق حسناً أظن أن عمك سيصل قبلنا لماذا؟ هل يسير أسرع منا؟ لا، ولكنه لو سار بنفس متوسط سرعتنا فسيصل قبلنا بنصف الساعة على الأقل لماذا؟ مع أنه تحرك معنا تقريباً من نفس المكان إنه اتجاه السرعة فنحن نتحرك بسرعتنا في اتجاه حرض الهفوف أما هو فيتحرك بنفس السرعة في اتجاه الهفوف مباشرة لذلك سيصل قبلنا وفي هذه الحالة تسمى السرعة بالسرعة المتجهة velocity أي إنه يتجه مباشرة إلى مدينة الهفوف؟ نعم، فالسرعة المتجهة هي مقدار سرعة جسم متحرك واتجاه حركته نحن نمر بالقرب من محطة الخطوط الحديدية وكيف عرفت ذلك؟ نحن نسير بشكل موازن لخطوط السكك الحديدية وها هو قطار يمر بجانبنا بما أننا نمر بجوار هذا القطار أريدك أن تقارن سرعتنا وسرعة القطار خلال هذه الثوان العشر حيث إننا قطعنا مائة متر في عشر ثوان وقطع هو مائة وخمسين مترا في عشر ثوان أيضا وذلك من خلال منحنى المسافة والزمن لقد تعلنت أن أرسم منحنى المسافة والزمن سأرسم المسافة كمحور رأسي والزمن كمحور أفقي وماذا ستفعل بعد ذلك؟ سأضع نقطة في مكان تقاطع مسافة السيارة مائة متر مع الزمن عشر ثوان على الرسم وأصلها بنقطة الأصل وماذا ستفعل مع القطار؟ أما بالنسبة للقطار فسأقوم بوضع نقطة في مكان تقاطع مائة وخمسين مترا مع الزمن قطع المسافة عشر ثوان ثم أصلها بنقطة الأصل وكيف ستستدل على أن القطار هو الأسرع؟ من الرسم سرعة السيارة تساوي مائة على عشرة وتساوي عشرة أمتار لكل ثانية ومن الرسم أيضا سرعة القطار تساوي مائة وخمسين على عشرة وتساوي خمسة عشر مترا لكل ثانية صحيح والآن لخص ما تعلمت اليوم حسنا لقد تعلمت اليوم أن السرعة سبيد هي المسافة التي يقطعها جسم ما في وحدة الزمن وحدة السرعة في النظام العالمي هي متر لكل ثانية السرعة المتوسطة أفريج سبيد هي المسافة الكلية المقطوعة مقسومة على الزمن الكلي اللازم لقطعها السرعة المتوسطة تساوي المسافة الكلية المقطوعة على الزمن الكلي السرعة المتجهة فيلوسيتي هي مقدار سرعة جسم متحرك واتجاه حركته السرعة اللحظية Instantaneous Speed هي سرعة الجسم عند لحظة محددة